مالك يوم الثاني إياك نعب وإياك نستعلم اجرى الصراط المصدقون صراط اللي نأمع تعيق ويري النظم بعليهم ونقوال مالك يوم الثاني يا أيها النبي اتقل لنا ولا تطعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما أولي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرد من قلبين في جوفه وما جعل أزماجكم الله تضاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بالبعض ذلك قولكم ذلك قولكم بأفعالكم والله يكون الحق وهو يهدي السمين أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواريكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله بفورا رحيما النبي أولاق المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولاق بعضهم وليس لكتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا لما أمليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وميظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما شكرا شكرا شكرا